نروح النهاردة للاجتماع المهم لمجلس الوزراء والمعلومات الهامة جداً والتصريحات الهامة جداً اللي قدل بيها دكتور مصطفى مدبولي بعد الاجتماع نهارة طبعاً الاجتماع الأسبوعي كل يوم أربعة زي ما حضراتكم عارفين النهاردة دكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع اللي كان أو في المؤتمر الصحفي اللي كان بعد اجتماع مجلس الوزراء تطرق إلى أكتر من موضوع هام جداً حقيقة يعني من وجهة نظر سواد كبير من الشعب وخصوصاً من إخوتنا وأشقاءنا المزارعين هو زيادة حافز توريد الأمنحة الحافز الإضافي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن زيادة الحافز 250 جنيه عن السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان اترافع كان موصل لألف جنيه في موسم التوريد اللي فات في شهر 8 اللي فات السنة اللي إن شاء الله بموسم التوريد الحالي اللي بيتم الإعلان من دلوقتي عن السعر التوريد الخاص به زاد كمان 250 جنيه فبالتالي أصبح ألف متين وخمسين جنيه فده الحقيقة بشرة صار جداً ده كان نتيجة واستجابة للحديث اللي كان ضر ما بين رئيس عبد الفتاح السيسي وبعض المزارعين لو حراركم تفتكروا في شيربين في شهر 12 اللي فات اسناء افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات اللي كانت موجودة هناك ورئيس تحدث مع المزارعين هناك وبالفعل تم يعني التوقف عند هذه الجزئية وتنفيذ هذا التوجيه بأنه فعلاً يزيد إن شاء الله سعر توريد ده بالأمح ابتداء من موسم التوريد اللي جاي إن شاء الله عشان يبقى ألف متين وخمسين جنيه بدل الألف جنيه اللي كانت في الموسم الماضي وده طبعاً يعني تأكيد مرة تانية على استجابة الرئيس واستجابة الدولة واستجابة الحكومة لأبنائها من المزارعين والدور الكبير الحقيقة اللي هما بيقوموا به في فكرة توريد الأمح الاعتماد على الزراعة المحلية اللي بكل ده بيحقق أمن غذائي وأمن استراتيجي محصول استراتيجي زي محصول الأمح وطبعاً ليه فوايد أخرى فيما يتعلق طبعاً بتخفيف الضغط على العملة الصعبة برحب بسعارة سفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء سعد سفير نادر مساء الخير فان مساء الخير والسيد عمر أهلاً بي أهلاً وسهلاً بحضرتك الحقيقة كان في تصريحات كتير قوي النهاردة مهمة في حديث دولة رئيس مجلس الوزراء ولكن الجزئية دي تحديداً لأنها بتمس الناس كلها ما فيش حد بإما يعني لو طبعاً ما بيزرعش الأمح ولكن هو بيستفيد لأن الخبز ده وقصر الخبز المدعم بيمس البيوت كلها يعني يعني أكيد طبعاً الخبز المدعم بيحصل عليه سبعين مليون بواطن مصري علشان كده موضوع الأمح يعني كالعادة هو موضوع استراتيجي موضوع أمن غذائي للدولة بل أمن قومي للدولة المصري الفترة الماضية طبعاً أسعار القمح عالمياً زادت وتجاوباً مع الزيادات في الأسعار العالمية الدولة زودت في المقابل سعر توريد القمح بالنسبة للمزارعين علشان دايماً إحنا لدينا يعني سياسة هو أنك تدعم الفلاح المصري أفضل بكثير من أنك تستخدم موارد الدولة في استراد القمح من الخارج طبعاً يعني هنكون سعداء جداً لو تمكننا من تلبية كل احتياجاتنا من القمح من الانتاج المحلي بس طبعاً يعني صعب في المرحلة أول سنوات القادمة ولكن ماشيين في الطريق وهو ده المبشر بصراحة ماشيين في الطريق وعلى الأقل إن احنا بنقلل الفجوة الاسترادية قادر الإمكان لأن كل ما زادت كمية القمح اللي أنت بتحصل عليها من السوق المحلي كل ما قلت في المقابل الكمية اللي أنت بتستوردها من الخارج علشان كده الحاسس النهاردة اللي وجه بيستيادة الرئيس الحكومة بإقراره الحكومة النهاردة في اجتماعها الإسبوعي أقارك 250 جنيه إضافية فأصبح سعر التوريد 1250 جنيه وبنأمل إن شاء الله أن ده يكون حافظ للفلاحين والمزارعين مزارع القمح على توريد أكبر كمية عايزين موسم توريد التكناء إن شاء الله اللي حيبتدي فيه منتصف إبريل من هذا الحد إن شاء الله وأعتقد إن موسم التوريد اللي فات ده كان مبشر جدا وكان تلقي أو قبول المزارعين ليه وكميات ما تم توريده أعتقد مبشرة جدا إن شاء الله حتى في الموسم القادم الموسم اللي فات بالفعل كان الكميات جيدة بالمقارنة بأي موسم آخر مع الألف جنيه نتوقع إن شاء الله بعد ما زاد سعر التوريد لـ 1250 يعني التوريد تميات التوريد ستزاد عن حتى الموسم الماضي وفي كل الأحوال الكل مستفيد إذا زاد موسم التوريد نحن كدولة ستستفيد من إحنا نقلل الفجوة الاستراضية ونوفر العملة الصعبة والفلاح يستفيد من فارق السعر لأن أول مرة يزداد سعر التوريد 250 جنيه مرة واحدة وده بيعكس برضو إن إحنا كدولة لن ندخل جهدا لو وجدنا أي فرصة لليادة الدعم المقدم للفلاح في صورة لليادة حفظ التوريد أو سعر التوريد لنتردد في اتخاذ هذه القرارات عظيم